نساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة يا رب كل مشاهدي قناة نايل لايف وصفحة جديدة تكونوا بألف خير وبألف صحة خارج جمهورية مصر عربية وداخل جمهورية مصر عربية من خلال كل محافظات مصر كل سنة يا حضرات طيبين رمضان كريم 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 علينا يا رب بإذن الله تعالى بأنه يفرجها علينا دائما على الشعب المصري المية وستة مليون مواطن مصري وأيضا التسعة الضيوف اللي عندنا أهلا وسهلا بيهم ويا رب شهر رمضان الكريم كريم لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيبقى كريم فيه بأن احنا نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى أكثر وأكثر بالصلاة والصوم وصلاة الترويح والزكاة وقراءة القرآن الواحد بيستنى شهر رمضان من السنة للسنة عشان يبقى فيه تركيز للتقرب لربنا سبحانه وتعالى يا رب دايما كده بإذن الله يغفر لنا زنوبنا ويكفر عننا سيئاتنا يا رب لكن يعني مش في شهر رمضان بس يا جماعة يعني ما تيجوا بقية السنة يعني احنا 1445 هجرية 20-24 ميلادية ما تيجوا نهتم أكتر يا جماعة بالجوهر بدلا ما نفضل نهتم بالمظهر نهتم بالجوهر ونفضل يعني طول السنة برضو نساعد المحتاج وبردو نسلي ونزكي يعني ميرا القرآن برضو يعني مش معنى يعني بس شهر رمضان بس يعني هو نعم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نعم ولكن يعني طول السنة على فكرة احنا ممكن نتكرر برضو ربنا سبحانه وتعالى ونبطل نخف شوية بس نخف شوية من الاهتمام بالمظهر ايا كان بقى المظهر لبس او ايا غير لبس ونهتم بقى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما ينزل عليه الرسالة كان اسمه الصادق والأمين الصادق والأمين صدق الصدق والأمانة ما تيجي نهتم بالحاجات الجميلة دي ما نهتم حضرتك بانك انت تتقى الله في عيالك طول السنة وتتقى الله في زوجتك وتتقى انت الله في زوجك ونبطل بقى العند الرهيب اللي في طول السنة دا ويبقى احنا مواحد من من اكبر دول العالم في الطلاق ومعاناة الاطفال بعد الطلاق والكلام دا يعني ما تيجي كده نعمل كده ما تيجي نبطل كدب ولا بنجدب يعني نبطل كدب على ان احنا نجدب على نفسنا ولا نجدب على ربنا سبحانه وتعالى على يعني الصادق والأمين ده كل الانبية وكل الرسل وكل الكتب السماوية بتدعو الى الصدق والأمانة والنتتقى الله في كل حاجة يعني ما يبقاش بس في رمضان يعني يعني في طول السنة يا جماعة وكل الاديان السماوية المسيحية والاقباط مصر والمسلمين واليهود كله كله احنا محتاجين ان احنا نغير الفكر بتاع التلاتين اربعين سنة اللي فاتوا دول اللي انتشر فيهم انتشر فيهم الافقار اللي يعني يعني اللي بتهتم بالمظهر ومالا تهتم بالجوهر عايزين نهتم بالجوهر اكتر وكل سنة وحضرات طيبين وسنة سعيدة عليك ويا رب وتقض وعيد سعيد كمان ان شاء الله كمان كم يوم كده ليلة القدر ان شاء الله بإذن الله نحتفل بيها جميعا اللي احنا نتوقحها دايما يوم سبعة وعشرين يا رب يتقبل منا جميعا يا رب بكرة جماعة يوم مهم جدا في تاريخ مصر يعني حيتكتب كده في التاريخ ان بكرة ان شاء الله تلاتة ابريل بإذن الله تعالى عشرين اربعة وعشرين الف ربعمية خمسة واربعين كان يوم تاريخي في جمهورية مصر العربية ليه حضراتكم لانه بإذن الله تعالى ان شاء الله تنصيب فخامة الرئيس عفتاح السيسي لولاية جديدة لرئاسة جمهورية مصر العربية من عشرين اربعة وعشرين الى عشرين تلاتين بإذن الله تعالى نكمل فيها المسيرة الخاصة ببناء الجمهورية الجديدة بناء الجمهورية الجديدة في كل حاجة الجمهورية الجديدة اللي هو ان شاء الله انا آسف بإذن الله اتنين ابريل يعني فحضراتكم نستكمل الجمهورية الجديدة اللي احنا ابتدناها مع بعض يا مصريين ومع فخامة الرئيس عفتاح السيسي 2014 ونفتح صفحات جديدة ان شاء الله في تاريخ مصر فده اهم حدث هيحصل في العاصمة الادرية الجديدة على فكرة فين في مجلس النواب الرئيس عفتاح السيسي يحلف اليمين الدستوري بإذن الله تعالى بكرة في جوة مجلس النواب واعتقد على ما اعتقد ان مجلس النواب لأول مرة حينعقد في العاصمة الادرية الجديدة لأول مرة في العاصمة الادرية الجديدة وفيه ناس كتير قوي من السياسيين والدولة بشكل عام بتقول انه مع تنصيف فخامة الرئيس عفتاح السيسي رئيسا للجمهورية الولاية جديدة من 2024 ليه 2030 هو يعتبر اعلان افتتاح المرحلة القورة للعاصمة الادرية الجديدة بشكل رسمي فكل حاجة حتبقى في العاصمة الجديدة الوزارات كلها راحت هناك كل الوزارات 27 وزارة كلهم هناك كل الوزارات دلوقتي هناك البرلمان او المجلس النواب كله دلوقتي هيبقى هناك ادارة الدولة نفسها هتبقى من العاصمة الادرية الجديدة فالعديد والعديد من المباني الحكومية اللي موجودة في انحاء جمهورية مصر العربية وخصوصا في القاهرة هتهدى بقى شوية الشوارع هتهدى بقى شوية الزحمة هتهدى بقى شوية على قد ما نقدر طبعا في انك انت كل الاداريات هتبقى هناك ادارة الدولة كلها بإذن الله تعالى هتبقى في العاصمة الادرية الجديدة فعشان كده أنا بقول يوم تاريخي بكرة في أنه تنصيف خامة الرئيس عفتاح السيسي لولاية أخرى جديدة من 24 رئاسة جمهورية من 20-24 إلى 20-30 لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة ويعتبر إعلان رسمي من الدولة لفتتاح المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة عاصمة نصر من 1400 مش عارفه كام سنة أخيراً انتقلنا من 4% من مساحة مصر بدلنا 7-8-9000 سنة إلى أن احنا نطلع برة وادي النيل دا ما بنحبش نطلع برة ولا يمين ولا شرق ولا غرب أخيراً ابتدنا من 2014 نبني مدن جديدة إذا كان العاصمة الإدارية الجديدة العالمين الجديدة 24 مدينة جديدة الجلالة مدن كتيرة جداً فإن شاء الله بإذن الله تعالى فترة رئاسية لفخامة الرئيس عفتاح السيسي ألف مبروك فخامة الرئيس عفتاح السيسي ربنا يوفقك يا رب لبناء واستكمال الجمهورية الجديدة غداً بإذن الله تعالى 3-2 إبريل 2024 في العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة جلسة تنصيب الرئيس السيسي الجلسة برئاسة المستشار حنف الجبالي تنصيب الرئيس عفتاح السيسي كفترة رئاسية ثالثة وفقا للدستور والبرتوكولات ويكون رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي ووكيل مجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العنين في استقبال الرئيس عفتاح السيسي عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية يتم عزف السلام الوطني إطلاق المدفع 21 طلقة تحية للرئيس السيسي ليدخل بعدها الرئيس السيسي إلى مقر قاعة مجلس النواب تبدأ مراسم التنصيب بمشاركة كبار رجال الدولة وفي مقدمتهم الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ووابا بابا توادروس بابا اسكندرية وبترايق القرازة المرقصية تبدأ الجلسة بتلاوت رئيس مجلس النواب الرسالة التي وردت إلى المجلس متضمنة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة يوجه السيسي كلمة في فعاليات التنصيب إلى الشعب المصري تتضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات وكذلك تأكيد تطلعات الدولة المصرية خلال السنوات الولايات الجديدة يركز خطاب الرئيس على جوانب المرحلة الجديدة بمختلف المجالات السياسية واقتصادية وأمنية وداخليا وخارجيا سوف يكون هناك زيارة للنصب التسكاري ووضع أكليل الزهور وهناك من يقول أن نرفع عالم مصر في أكبر ساري للعالم في العالم وهو في العاصمة الإدرياء الجديدة في جمهورية مصر العربية تنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور وقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على الاستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه هذا هو ما سوف يطليق فخامة الرئيس عفتاح السيسي غدا بإذن الله تعالى في الولاية الجديدة وينص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها الرئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور إحنا بقلنا من 2014 رئيسا للجمهورية فخامة الرئيس عفتاح السيسي عايز أقول بقيادة فخامة الرئيس عفتاح السيسي عملنا إنجازات كبيرة جدا نعم كان عندنا صعوبات وعندنا زيادة أسعار وعندنا الكثير والكثير من المشاكل في آخر أربع سنين ولكن بيتم حلها حاليا للمواطن البسيط في جمهورية مصر العربية أنا عايز أقول بس قبل ما أخش على الأخبار سريعا إحنا من غير شهداء القوات المصلحة المصرية والشرطة المصرية في محاربتهم للإرهاب وقضاء على الإرهاب ما كانش في حاجة جديدة اسمها جمهورية جديدة هل فيه ممكن نبني بلد ونبقى فيه نهضة في أي دولة في العالم بيبقى فيه إرهاب في كل حتة في بلدنا أيام 2012 الإخوان الإرهابية فتحية كبيرة في كل مناسبة فيها تقدم للدولة المصرية والجمهورية الجديدة لازم نتذكر دائما شهداء القوات المصلحة المصرية العظماء من الجيش والشرطة أيضا في اللي احنا قضينا على هذا الإرهاب اللي كان موجود في سينا عشان نعرف نعيش وعشان نعرف نبني حضرتك بأدين قدرتوا تقضوا على الإرهاب يا شباب وبأدين تانية فعلا كنتوا بتبني كل حاجة في بلدك عشان جمهورية جديدة بجد نعيش فيها بأمن وأمان من غير الأمن والأمان ومن غير حضرتك لما يبقى مبضة الرئيس عفتاح السيسي حياة كريمة اللي هتخدم ستين مليون مواطن في كل محافظات مصر أنا مش هقول الإنجازات اللي حصلت بس أنا بذكر حضرتك بس كذا معلومة الناس حضرتك حياة كريمة دي للكورة مصر اللي بتخدم ستين مليون مواطن مصري أكتر من ستين في المية من الشعب المصري كنت في يوم من الأيام حضرتك في الأسر وأسوان في رحلة مع الأسرة كده وأعدت مع واحد على الرصيف مع أهلين اللي في الصعيد قال لي يا أستاذ أشرف إحنا بقى لنا سنين ما عندناش طرف صحي إحنا بقى لنا سنين ما بنشربش مية حلوة في الحنفية إحنا بقى لنا سنين عايشين في الضلم ومفيش نور وفيش كهرباء ففي حاجات حلوة بتحسب في بلدنا يا جماعة يمكن بعض الطبقات مش حسب قوي بيحسب ما عندك حتحسب ده لو ركزت كويس نعم كان عندنا مشاكل اقتصادية وما زلنا بنعاني وعندنا مشاكل اقتصادية موجودة في كل حتة في العالم إن نبي منحلها بزيادة الدولار واستثمار والقطاع الخاص والقضاء على حضرتك السودة وا nós we 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 مش عايزة ألغي كتير يعني إحنا أول دولة في العالم يا جماعة من 2014 نقضي على حاجة اسمها فيروس سي اللي بيموت الشعب المصري سيدات ورجال طول السنين الماضية يا جماعة إحنا حطينا الشعب المصري اللي كان عايش في العشش وعايش حضرتك في الدنيا بتنطر وعايش في الطين وأولادهم ما كانوش بيتغطوا عملنا لهم شبه كومباونتز زي الأصمارات في كنيسة وفي جامعة وفي نادي وفي حمام سباحة في النادي حاجة طليقة ومدخلونهم وقعدونهم في مباني وشؤة حضرتك فيها كل الأجهزة الكهربائية والعافش أنا مش هينفع أرغي كتير عشان مقدمة المفروض تبقى صغيرة في الحلقة عشان أنا عندي ضيفي وعشان حلقتي ساعة لكن يا جماعة نحاول كده نتذكر لأن الإنسان دايما بينسى الإنسان جاي من نسيان فنتذكر بس مع بعض فنقرأ بعضه من الأخبار لأنه ضيفي النهاردة حضرتكو أستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الدموقراطيو هنتكلم النهاردة عن الجمهورية الجديدة فترة إقاسة جديدة للرئيس للرئيس عفتاح السيسي بإذن الله تعالى فنقرأ بعض من الأخبار الرئيس السيسي يتوجه إلى عمان للقاء للقاء العاهل الأردني توجه الرئيس عفتاح السيسي إلى عاصمة الأردنية عمان لقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن لتتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لسيامة جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية مدبولي الهدف من التعاون مع المؤسسة التمويل الدولية الحصول على الدعم والمشورة عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدرائية الجديدة لمتابعة موقف برنامج التطروحات الحكومية وذلك بحضور حسن عبدالله محافظة بنك المركزي وعدد من الوزراء وفي مستهل الاجتماع عشر رئيس الوزراء إلى أن برنامج التطروحات الحكومية هو توجه أساسي هو توجه أساسي للدولة منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وقال الدكتور مصطفى مدبولي ما يهمنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات وإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تصهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات الصناع والزراع والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الحكومة تحديد سعر كرتونة بيد المائدة ب145 جنيه اعتبارا من الغد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا أعده السيد القصير وزير الزراع واستصلاح الأراضي بشأن مبادرة الاتحاد العام لمنتج الدواجن لخفض أسعار الدواجن والبيت بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% وأوضح وزير الزراع والتصلاح الأراضي في تقريره أن تلك المبادرة تأتي استجابة لتوجهات القيادة السياسية وكذا مبادرة الحكومة وجهدها لخفض أسعار السرع ولا سيما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العب عن المستهلكين وأشار السيد القصير من خلال التقرير إلى أن الاتحاد العام لمنتج الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس ونتيجة لتلك المبادرة تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيه وسعر كرتون تلبيد المائدة ليكون 135 جنيه على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبقها ابتداء من الأسبوع الحالي وتحديدا اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 2 إبريل الجاري وأكد وزير الزراع والتصلاح الأراضي أنه في ضوء تلك الأسعار المعلنة سيكون السعر للمستهلك 95 جنيه للدواجن كحد أقصى و 145 جنيه للبيض وزارة الأوقاف إقامة صلاة العيد في جميع الساحات والمساجد المقامة بها الجمعة كل سنة محضراتكم طيبين إن شاء الله أقل من 8-9 أيام إن شاء الله وعيد العيد عيد الفطر أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة والساحات وفق ترتيب كل مدرية من المحافظة التابعة لها وقال الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بأن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مدرية مع المحافظة التابعة لها من خلال التنسيق الكامل بين المدرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد اخر خبر معنا حضراتكو عشان استقبل ديف ان شاء الله بعد الفاصل غدا تقص حار نهارا لطيف ليلا والعزمة بالقاهرة 31 درجة والصغرة 19 تتوقع هاي رصاد الجوية ان يشهد غدا مثل الثلاثاء ارتفاع بالحرارة يسود تقص حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواهل الشمالية الغربية لطيف ليلا على اغلب الانحاء وفي الصباح الباكر دي كانت الاخبار ومقدمة صغيرة باذن الله بعد الفاصل حيكون منورني ضيفي لستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي والجمهورية الجديدة وفترة رئاسية جديدة للرئيس عفتاح السيسي فاصل وراجعين حالا اشتركوا في القناة